من انواع الوافغايد الثلاث اللي حكنا عنهم اللي هم ريكتانجولر سيركولر انت اليبتكل راح نشرح الريكتانجولر ويفغايد بالتفصيل فلو خدنا مقطع من الريكتانجولر ويفغايد حطناه على الكارتيشن كوردينيتس كم مع عمل الريكتانجولر للكارتيشن كوردينيتس بحيث انه تجاه الريكتانجولر راح نفرض الزيت اكسس والويفغايد الفرونت فيو حطنا على اكس واي بلين اوكي هاي الكارتيشن كوردينيتس and this is our waveguide اوكي طبعا راح نتعامل مع ideal waveguide ideal rectangular waveguide بحيث انه sigma conductor equal infinity and sigma dielectric equal zero and we will assume the propagation will be along the positive z direction and here the propagation will be yes along z direction and we will assume also a source free region source free region يعني رو في equal zero j equal zero يعني منطقة اللي في داخل الويفغايد اللي هي طبعا سيجما دي ايقوال زيرو هي منطقة راح تكون اه مدام سيجما سفر فالجي سيجما في ايقوال سفر وما في فيش ما في شحنات حجمي في داخل الويفغايد يعني معناته اللي راح ينتشر جوة الويفغايد فقط السيجنال راح نغذيها في داخل الويفغايد فالويفغايد من هذول اتنين نقدر نسميه a lossless waveguide لانه مدام سيجما 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 دي سفر فالجي اللي هي الكندكتنس ايقوال زيرو فحتى نشتق معادلة الويفغايد اوكي ويفغايد ايقواشن اللي هي نفسها راح تكون طلاقا من فراح نرجع للاصل الاصل الاصل دل سيكوير اي اس بلس كي سيكوير اي اس ايقوال زيرو اوكي طبعا هاي المعادلة شفناها في شابت العشرة وكفي الها صورة تانية اللي هي دل سيكوير اي اس مينس قاما سيكوير اي اس ايقوال زيرو الفرق بين التنتين ان هاي منستخدمها للجينرال كيس اللي هي اللوسي كيس وهاي منستخدمها لللوسلس كيس الفرق بناتهم انه قاما ايقوال الفا زائد جي بيتا بس في وضعن هون فرضنا انه سيجما سفر وبالتالي الاتينيواشن سفر فلو عوضت محل مينس قاما سيكوير حطت محلها مينس جي بيتا لكل سيكوير فرجعت هاي اللي هيكواشن للمعادلة للفوق دل سيكوير اي اس بلس كي سيكوير اي اس ايقوال زيرو حدا بنسى الالكتريك فيلد راح يمشي جوه صح الموج راح تنتقل جوه بس الالكتريك فيلد راح يكون له اكثر من مركبة فنفرض هلا انه لاحظ هذا الحكي بشابتر 10 وبشابتر 11 حكيانا انه اذا الموج تنتقل في زي ديريكشن الالكتريك فيلد راح تكون عمودة على زي ديريكشن يعني ايام نختاره هي اكس يا واي هذا الحكي لانه كان انباوند ميديا لهو شابتر عشرة او الترانزميشن لاين كان المود اللي سبورتد باي زي سلاينز اللي هو التي اي ام مود ترانزفيرس الالكتروماغنتيك لكن ويف قايد سبورتس ماني مود بياند ترانزفيرس الالكتروماغنتيك مود فلازم نشتغل على الجنرال كيس انه الالكتريك فيلد راح يكون ان ثري ديمينشن ومشرط يكون عمودي على الموجة نفس الاشي the magnetic field hs equal hx phaser hy phaser and hz phaser also has the three components in all directions. ناو اذا نعود هلا طبعا هننشتغل الالكتريك فيلد لاتر اون راح نعمل copy the final solution in terms of the magnetic field. طبعا في معادلة زي هاي هي الالكتريك فيلد للسي كوير اتش فيزر بلاس كيس كوير اتش فيزر equal zero. لو مسكنا فقط الالكتريك فيلد هاي المعادلة وحطينا محل الالكتريك فيلد هاي القيمة هاي المعادلة هي عبارة عن vector equation. فيكتور second order partial differential equation. عشان نحلها اول شي من نخلص من vector property نحولها الى scalar equation. فبتصير عنها كالتالي. دل سيكوير اي اكس فيزر بلاس كيس كوير اي اكس فيزر equal zero. معادلتان دل سيكوير اي فيزر بلاس كيس كوير اي فيزر equal zero. والمعادلة التالي دل سيكوير اي فيزر بلاس كيس كوير اي فيزر equal zero. يعني هاي المعادلة تحولت الى ثلاثة second order partial differential equation. كل معادلة من هاي المعادلات الثلاثة وكمان ثلاثة للاتش. هذو المعادلة تسمو هلمهولز ايكوشن. اوكي. فاحنا راح نحل اصيرتن اه هلمهولز ايكوشن من هذول الستة. وبعدين راح نعمل جنراليز السيليوشن لجميع هاي الحالات التانية. طيح. فمن هاي سيكس كومبوننتز نختار الايزيت كومبوننت. فبصير كالتالي. احنا هنا. كونتونيو. وذ ايزيت فيزر. فبصير معادلة. دل سيكوير ايزيت فيزر زر. انتبه هون. مش معناته انه لغينا الخمسة المعادلات الثانية. لا. الخمسة كلهم موجودات. لكن بدنا نمشي مع واحدة نشوف حلها بالتفصيل. فهلا. واضح من هاي المعادلة مثلا كارتيشن او سيلندريكال خلنا نفرض انها كارتيشن كوردنات. طبعا الكوردنات بلزمك عشان تشوف شو تحط محل دل سيكوير اللي هون. فهذا تصير. بارشل سيكوير ايزيت فيزر باي بارشل اكس سيكوير زاد بارشل سيكوير ايزيت فيزر باي بارشل واي سيكوير زاد بارشل سيكوير إيزد فيزر بيبارشل زي سيكوير بلس كي سيكوير إيزد فيزر إيكوال تو زيرو أكي أجل مش رح نشطب ولا حد من هاي الحدود يعني ما رح نحكي إنه الإيزد عمودي على زد معاته ما في تغير في الإكس والواي ونشطب هؤلاء الحدين هذا الإشي ما رح نصوي زي ما صونا في عشان نقدر نحل هاي الإكوائشن لنعمل هنا أسيوم لشكل الفونكشن فأسيوم الإيزد فيزر رح يطلع معك حله هو فونكشن في الإكس نسمي إكس أو في إكس في فونكشن في الواي اسموا واي أوف واي في فونكشن في الزد اسمه زد أوف زد نسميه بهذا الشكل طيب هلأ هذا العملية اللي بنحله هلأ في الماثماتيكست تسمى السباريشن بنحاول نفصل الحدود عن بعض فمدام فرطة الإيزد فيزر بهذا الشكل بدك هلأ نعوض الإيزد فيزر في داخل هاي الإكوائشن فنجي نحكي هلأ مشتقة الإيزد طبعا محل الإيزد صار إكس أو في إكس وفي إيزد وفي زد طبعا هون رح نكتبها بشكل مختصر هلا إكس وفي زد بهذا الشكل بس الإكس هون هي عبارة عن فنجي نحكي بنحاول إلى إيزد أكس وفي زد فيزر في оперاته مشتقة الإيزد بالنسبة لإكس اشتق إكس وفيزد والشكل مرتين فهذا سأعطيك إكس دبل داش وفي زد الي وايزد جزد بالنسبة لإكس زادة الحد الثاني اشتق الى واي بالنسبة لإكس ستكون x, y, double dash, z الحد الثالث اشتق بالنسبة ل z x, y, z, double dash plus k square x, y, z, equal zero بعدين لو جينا قسمنا المعادلة لكل آياتها على x, y, z فهذا تصير x, double dash اقسمها على x, y, z ستصير على x لأننا سيذهب إلى y و z زاد المعادلة الثانية اقسمها على x, y, z ستصير y, double dash على y الحد الثالث اقسمها على x, y, z ستصير z, double dash على z plus k square equal to zero او ممكن نجيب k square للطرف الثاني هلأ بنسل k square كيف تختاره او minus k square لما يصير الحد الثاني هذا انه مينس افتح قوص فالk square نسمي k x square زاد k y square minus gamma square مرة ثانية هاي المينس طبعا عامل مشترك هاي المينس اللي هون هاي نفس المينس اللي هون فمحل المفروض نكتب k x square زاد k y square زاد k z square هلأ k x مقصود فيها propagation constant along x k y propagation constant along y k z اللي حطنا محلها gamma k z مفروض propagation constant along z لكن اذا رجعت للوافقاد اللي رسمنا قبل شوي فرضنا انه الموجة بدنا ياها تمشي بالz الموجة اللي تمشي بالz ما حكينا اي assumption للالكترق فيلد او الماغنتك فيلد لسه لأمورك راح تكون general للالكترق والماغنتك فيلد لكن لما تحط intel waveguide كخط نقل بدك تنقل الداتا من مكان لمكان زي كأن قاعدين ننقلها في z معناته محل الاشي اللي بدك تعمله propagation تحط محل gamma طيب بالاتجاهات الثانية ال x وال y تفرضهم kx و ky للدلالة على انه الموجة في ال x و في ال y عبارة عن standing wave وفي gamma معناها propagation wave في الموجة عندك نوعين propagation wave بالz و standing wave في ال x لماذا يكسر في ال x و في ال y لو نتذكر هاي ال waveguide ففي ال x axis أو في ال y axis وكان مفتوح في ال z axis فالموجة في ال x هاي حدود ال x راح تكون من الحد اللي هون لو سمناها x equal 0 للحد اللي هون اللي هي x equal a وال y راح تبلش من الحد الاتحد له y equal 0 للحد اللي فوق y equal b فكونه محدود ب conductor طبعا في عندك conductor من هاي الجهة و conductor من هاي الجهة فالsignal راح تضلها go back and forth بال x وال y فالموجة راح تكون standing wave لان هذا عبارة عن ال conductor اللي هون راح يعمل reflect لل signal كامل وال conductor اللي هون راح يعمل reflect لل signal كامل فالموجة راح تضلها standing wave فمدام فمدام موجة standing wave فأعطينا symbol kx نفس الموجة راح تنتقل في y راح تصيل راح تضلها back في y فكمان راح تضلها standing wave في y بس الموجة الماشي باتجاه z هاي الموجة راح تضلها propagation لانه ما سكرنا نهاية wave guide طب هذا الفرض اللي هون مش دايما يعني لو انه بدلت او عملت rotation لل wave guide المهم في الجهة اللي بتعملها propagation تضل محلها gamma في الجهة اللي بتحط محلها standing wave تضل محله x و y فهلا نكمل في حل هذه فهلا نعوض ال minus k square نحط في equation هون ونعمل equating لل terms يعني نساوي حد x من هون x double dash على x بدنا نسويها بال kx square y double dash على y نسويها بال k y square و z double dash على z نسويها بالموجب gamma square فنصير معنا كالتالي x double dash على x equal minus kx square او هاي نكتبها x double dash plus kx square of x equal zero والمعادلة التانية y double dash على y equal minus ky square او rearrange y double dash زائد ky square of y equal zero والمعادلة التالتة z double dash على z equal minus gamma equal موجب gamma square او هاي بتصير z double dash minus gamma square z equal zero فرضنا kx square زائد ky square minus gamma square فلما نقول هالطرف البعد اللي يساوي بتصير هايك الأشارات هلا كل واحدة من هاي المعادلات هي عبارة عن second order differential بيدك تحلها بالطريقة الأنسب احنا حللنا اشي زي هيك في اه شابتر عشرة وشابتر احداش حكينا بنفرض ان المشتقة طبعا هاي زائد double dash معناها المشتقة التاني فلو بنبلش نحل هاي المعادلة حكينا نفرض m اللي هي تساوي المشتقة فقط عشان نوجد الروتس فهاي راح تطلب معك انه m تربيع زائد kx تربيع equal zero ف m تربيع زائد kx تربيع equal zero معنات الروتس m equal plus minus j kx فرح يطلب معك حل هاي المعادلة الروتس are imaginary والمعادلة التانية m تربيع هاي طبعا m في اتجاه ال x راح يطلب هيك الروتس واذا اخذت المعادلة التانية كمان الروتس imaginary plus minus j ky واذا اخذت المعادلة التالية الروتس سيطلب معك ريال plus minus gamma لأن m تربيع ناقص gama equal zero يعني m تربيع equal موجب gama تربيع يعني الروتس سيطلب معك ريال هلا في ال او او اذا طلع معك الروتس imaginary فالحل بد يكون sine cosine هلا for imaginary for imaginary roots اما بتكتب الحل عبارة عن sine او cosine او بتكتب الحل exponential minus j exponential plus j هذا اذا كان الروتس imaginary واذا كان في عنا ريال روتس فاما بتكتب الحل hyperbolic sine و hyperbolic cosine او بتحط exponential solution موجب exponential solution السالب من غير الج احنا خلينا نمشي مع بالنسبة ل روتس رح نمشي بال sine وال cosine وبرية روتس رح نمشي بال exponential فهلا solution الاول كيف رح يطلع الحل الاول هون رح يطلع معاك sine kx و cosine kx المعادلة الثانية رح نحط solution sine ky و cosine ky والحل الثالث رح يطلع معاك exponential لغاما لغاما لكن كل واحدة منهم بدأ نضربها ب الثالث المعادلة الذي نحاول نوجده فبصير حل المعادلات كالتالي الثالث الذي فرضناه أنه x x y y z y z يساوي الحل في x axis وهو حكينا cosine sine فنكتبه c1 وهو unknown amplitude c1 cosine kx x زائد c2 sine kx x هذا الحل الأول لماذا؟ لأن الرؤوس كان سين وسين والرؤوس يسمهم موجب kx وسالب kx فالرؤوس اسمه kx و أنت قاعد تحل في x axis فالمتغير هون رجعناه الهو x axis c1 c2 و هؤلاء unknown to be found later طيب الحل هنا x مضروب في y y مضروب ضرب عادي لأن هؤلاء كلهم scalars في z و z فهي الحل الأول بدأك تضرب الآن في الحل الثاني وهو سيطلع معك c3 cosine kyy ذائد c4 sine kyy y هذا حل y axis وضرب الآن في حل z axis مضروب في c5 exponential gamma z زائد c6 exponential minus gamma z هذا الحل ل e z phaser عندك الآن كم annons من c1 إلى c6 بالإضافة ل kx ky و gamma الآن نرى هل يحقق boundary condition أم لا الآن بالنسبة للحل الأول يمثل standing wave هي عبارة عن موجة تظلها going back and forth بالx axis الحل الثاني هي موجة go back and forth باتجاه y axis بس الحد الأخير هي تمثل موجتين موجة تنتقل in the positive z direction اسمها forward wave موجة تنتقل in the backward z direction اللي هي في negative z axis هاية تمثل negative z direction وهاية تمثل هون positive z direction هلأ إنت إذا حكيت transmission line along z وبس ما حدث أنه backward أو forward بدك تشوف شغلة أنه as z approaches infinity نفرض أن the line is infinity المفروض لما زد تقتر من the infinity أنك بعدت كثير عن source فكل ما بعدت عن source المفروض أن electric field approaches zero هل تحقق هذه الéquation له الحد الثاني ليش لأن exponential minus gamma z رسمته كالتالي كل ما اخترت من infinity electric field قيمته تقترب من zero فهذا الحل صحيح بحقق البoundary condition بس exponential موجة gamma z هذا رسمته سيكون rising مع infinity سيقترب infinity وبالتالي معناته أن الفيلد قيمته تزيد كل ما مشيت interval وز direction وهذا الحكي صحيح لأن هذا الحكي يكون نصوي بشابتر 10 11 من غير ما نذكر السببب لما كنا نمشي في الموجة z axis اخترنا هذا الحد لأن electric field سيكون approach zero وإذا مشينا في negative z axis لعند ناقص infinity هذا سيكون exponential minus infinity وهو رح يرجع zero مرتان بس وإنت ماشي باتجاه الموجة infinity ما بصير تأخذ هذول الحدين وبالتالي عليه رح نعمل هنا c5 equal zero to satisfy the boundary condition أن electric field approaches zero as approaches infinity فخلصنا من أول النون اللي هو عبارة عن c5 بدل عندك اللي هو c6 c6 هو عبارة الرقم فلو وزعت c6 على الأقواس كلها c1 في c6 نفرض new unknown c2 في c6 c3 في c6 c4 في c6 ونكتب easy phaser final solution كالتالي easy phaser هل لو نكتبه c1 في c6 نسمي a1 فرح يكون هنا a1 cosine kxx زاد a2 sine kxx هذا الحكي مضروب في a3 cosine kyy z a4 sine kyy كله مضروب في exponential minus gamma z هيك شكل solution هلأ عدد الانون a1 a2 a3 a4 kx ky و gamma طيب هذا الحكي بالنسبة lez لاحظ احنا هنا اوجدنا فقط one component من elektric و و حطيت محل hs كمان بس hz component يعني حولتها الى del square hz phaser و مشيت في نفس البرو procedure رح تحصل على معادلة لل hz phaser رح تكون بنفس الطريقة exactly لكن قيم الانون قيم الامبليتيد هم اللي رح يختلف لأنك رح تقسم على الامبينة على حسب ohms لهم فنسمي الانون هلأ بدال a1 a2 a3 a4 نسميهم b1 cos kx x زائد b2 sin kx x هذا الحل في x axis مضروب في b3 cos kyy زائد b4 sin kyy كله مضروب في exponential منس gamma z again b1 b2 b3 b4 kx ky kx ky gamma لفوق b1 b2 b3 b4 في علاقات بينهم بين a1 a2 a3 a4 فما فيش ان النونز جديد يدخلوا كثير على الموضوع لاتر رح نحكي كيف نجد هاي النونز بس اول خلينا نفهم الفيلد موضوع